مهرجان الحسيني الصغير الدولي بنسخته الثامنة انطلقت فعالياته بحضور واسع من المتخصصين بالمسرح والجمهور نسخة هذا العام حملت عنوان دورة أصحاب القلوب البيضاء متلازمة داون هناك ملتقيات مهمة تقام على هامش المهرجان تحتضن مجموعة من مدراء مهرجانات الطفل في المنطقة العربية بالأضافة إلى ملتقة خاصة برؤساء المنظمات الفروع العربية لمنظمة اليونماء العالمية كما شهد المهرجان مشاركات واسعة من دول عربية وأجنبية فضلا عن المشاركات المحلية ضيوف المهرجان أكدوا أهميته لإعادة الأطفال إلى عالم الواقع بعد أن سرقه العالم الارتراضي بأجهزته اللوحية وارتفاع أعداد المصابين بمرض التوحد وغيره من الاضطرابات العصابية كنت أنا وأحد الأصدقاء من أحد الدول العربية وكنا عم نشيد بأهمية اللي عم بصير هون بهيدا المهرجان أدي مهم الأجيال الصغيرة اللي من سبع دورات لقبل اليوم صارت ناس متفاعلة مع المسرح ومتفاعلة مع الفنون وأدي عم بيترك هيدا الموضوع أثر على شخصيتهم بحياتهم مستقبلاً رسائل تربوية مهمة جداً عن الحالات اللي ممكن يتعرض لها الطفل الزعجان حالات التنمر أو التوحد أو أي حالات تصاحب بقاء الطفل في البيت أو بقاءه لوحدة طبعاً اختلاطه في هذه المهرجانات ومشاركته تساهم في تسهيل العملية العلاقية اللي ممكن يلقى لها الأب والأم في حل أي مشكلة صحية أو تربوية حيدر الحاج كربل المقدسة